اهلا بكم مشاهدينا في حلقتنا لهذا اليوم التي نتحدث بها عن الهزة التي عصفت بأسواق النفط ورأينا انهيارات تاريخية لأسواق النفط سواء على خام نايمكس لتسليم مايو وأيضا الضغوط البيعية شهدناها طالت مزيج برينت وأيضا عقود نايمكس تسليم يوريو كل هذا كان بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أضر باقتصادية دول العالم بسبب إجراءات الحضر والعزل التي قامت بها الحكومات نحن بالفعل أمام أزمة حقيقية أزمة في الطلب أزمة في العرض وأيضا أزمة في التخزين للحديث عن كل هذا ينضم إلينا دكتور مصطفى البرزكان الخبير في أسواق المال وأسواق الطاقة أهلا ومرحبا بك دكتور مصطفى أبدأ الحديث معك عن ما حصل في انهيارات التاريخية التي شهدناها على عقود تسليم مايو التي بالفعل انتهت ما الذي حدث؟ لماذا شهدنا هذه الأرقام بالسالب؟ ولماذا نرى الضغوط البيعية سواء على برينت وأيضا على عقود نايمكس لتسليم يونيو؟ تحياتي لك وللمشاهدين الكرام لا بد أنه نبدأ البداية وهي ثلاثة عامل رئيسية أدت إلى ما وصلت إليه أسعار النفط خاصة يعني عقود شهر مايو بالنسبة للنفط الأمريكي التي وصلت إلى سالب 37 دولار بمعنى أنه من يأخذ برميل من النفط يأخذ معه 37 دولار هذه نقطة العوامل الثلاثة الرئيسية أولا لا بد من التأكيد وللمشاهدين الكريم أنه ما قبل كورونا لن يعود مثل ما بعد كورونا هذه ملاحظة تشمل كافة القطاعات الاقتصادية وحتى غير الاقتصادية الاجتماعية الثقافية نعود إلى الأسباب الثلاثة أولا هو تراجع الطلب على النفط بسبب انتشار فيروس كورونا وبسبب الإغلاقات التي أقرتها دول العالم كافة هذه نقطة ولذلك شهدنا تراجع في الطلب على النفط لم يشهده فترة زمنية أخرى 35 مليون برميل تمثل أكثر من 30% من الطلب على النفط هذه حاجة يعني سبب كبير الجانب الثاني يتعلق بمتى سيكون هناك زيادة على الطلب هذا مرتبط وهذه النقطة مرتبطة به عاملين رئيسيا العامل الأول وهو ذروة فيروس كورونا متى سنصل إلى هذه الذروة؟ النقطة الثانية وهي الفترة الزمنية التي ستأخذها الفيروس للانحسار وعدم عودته مرة ثانية هذه العوامل مجتمعات تؤثر على الطلب هناك وفرة في المعروض تسببت بفائض من النفط وكان هناك حل لذلك قبل كورونا وهو هناك اتفاق بين دول أوبك ودول خارج أوبك بخفض الانتاج روسيا تمنعت ولكن مؤخرا انضمت إلى هذا الاتفاق كان نتيجته هي زيادة في المخزونات ولذلك شهدنا عدم وجود طاقة خزن فشهدنا هذا التراجع والانهيار في أسعار النفط لا بد من أعطاه فكرة لمشاهد هناك قد يسمع هناك براميل ورقية البراميل الورقية المقصود بها هو شراء النفط لبيع مؤجن بمعنى أنه لا يستلم البائع هذه البراميل إلا حين حصول التاريخ المؤكد في ذلك هذا شهدناه في براميل نفط عقود مايو ولذلك كان هناك مشكلة كبيرة في أين ستذهب هذه البراميل ولذلك هذا الانهيار الذي حصل في الأسواق أنت ذكرت دكتور مصطفى أنه فعلا الانهيارات التي شهدناها هذه الانهيارات التاريخية على أسعار النفط صلتت الضوء بالفعل على أزمة عرض وأزمة طلب وأزمة في المخزونات تتحدث عن ارتفاع المخزونات وأيضا كلفة التخزين برأيك هل سنرى السيناريو يتكرر حول تسليم يونيو نايمكس تسليم يونيو وأيضا على مزيج برينت سؤال جميل أنا أعتقد أنه في الصناعة النفطية لابد أنه قد يحاجئ المشاهد إذا أقول هذا الشهر هو أبريل الأسود بالنسبة للصناعة النفطية ما حصل قبل يومين مع العقود الآجلة لنفط مايو كان هناك البعض وأنا لا أتفق معهم أنه كان يتصور أنه المشكلة هي مع هذه العقود وينتهي كل شيء وتعود الأمور إلى طبيعتها ولكن انتقلت هذه المشكلة الآن اليوم تراجع في أسعار العقود الآجلة لشهر حزيران تراجع كبير في أسعار نفط برينت هذا الذي يجعل أنه لماذا هذا يحصل لماذا؟ لأنه عدم وجود رؤية واضحة أين سيتجه العالم من ناحية الإغلاق؟ هل سيخفف هذا الإغلاق؟ هذه جميعها عوامل تجتمع بالتأثير على عقود حزيران وقد تنتقل أيضا إلى عقود الشهر الذي بعد حزيران يونيو ما الذي يتحكم بالأسعار برأيك؟ هل المضارب أم البائع؟ هل سنرى مستويات بالسالب برأيك خلال الأسابيع القادمة؟ هل تتوقع خلال عشرة قادمة نرى على تسليم يونيو أسعار دون الصفر؟ اليوم المتوقع أنه حتى أسعار النفط الأمريكي الآن ممكن تتراجع وتدخل مرحلة السالب هذه جميعها واردة جدا أنا أعتقد أنه في هذه المرحلة بالذات السبب لا يمكن تحميله إلى المضاربين الآن هذه الفترة بالعكس المضارب يندفع لشراء هذا النفط الرخيص ولذلك المشكلة هي في مثلث الصناعة النفطية الضلع الأول وهو أوبك روسيا الضلع الثالث وهذا هو أس المشكلة وهو النفط الأمريكي التقليدي والصخري كان هناك قفزة في الإنتاج الأمريكي تجاوزه 13 مليون برميل يوميا لم تأخذ بالاعتبار تراجع الطلب على النفط ولذلك الآن الكل يحمل المسؤولية إلى أوبك وروسيا ولكن كأنما يتغاضى عن مسؤولية النفط الصخري والتقليدي الأمريكي وشركات النفط الأمريكية هذا ما أود أن أسألك عن دول أوبك لكن نتوقع السالب قادم لتسليم يونيو دعيني وضح نقطة وأنا دائما لا أميل إلى توقعات تخطئ وتصيب وخاصة في هذه الحالة يعني إن كان هناك تأجيل في الإغلاقات وصل إلى منتصف شهر مايو القادم قد نشهد أسعار السلبية ولكن إن كان هناك فتح ولو مؤقت أو جزئي لعملية الإغلاقات وبداية للإندفاع نحو زيادة الطلب على النفط وهناك أيضا سيكون خفض من دول أوبك ودول روسيا فسيكون لكل حادث الحديث طيب تحدثت عن دول منظمة أوبك أخصد أوبك بلاس هل برأيك ستكون أو ستقوم منظمة أوبك بلاس بتخفيضات إنتاج جديدة أو ربما نسمع من دول سوف تغلق إنتاجها هل ربما نسمع ذلك الشيء برأيك أو سنسمع أيضا قريبا أنها ستضطر أوبك بلاس بأن تعجل التخفيضات التي قامت بها بـ 9.7 مليون برميل يوميا لإنقاذ أو استقرار السوق أنا أتفق مع النظرة أن دول أوبك لا بد أن تأخذها بالتدريج الخطوة الأولى أن أتوقعها قد يكون تقريب موعد الخفضة الذي تم الاتفاق عليه بين أوبك ودول خارج أوبك تم الاتفاق على موعده الأول من مايو قد يكون هناك حاجة لتقريب هذا الموعد خلال الأيام اليومين القادمين هذه نقطة سترى وستتابع الأسواق منظمة أوبك إن كان هناك حاجة قد تقرر تعميخ خفض الإنتاج ولكن هناك نقطة أساسية لا بد من تأشير عليها وهي هناك حجود لهذه الخفض لا يمكن أنه تقفض أوبك وروسيا كميات كبيرة ونشاهد النفط الأمريكي والنفط الصخري والتقليدي في ذات المستويات التي تسببت في هذه الأزمة لا بد من شروع وبداية لحوار بين كافة منتجين نفط بدون استثناء أوبك دول خارج أوبك والولايات المتحدة الأمريكية وشركائها سواء كندا أو المكسيك إن تمكن العالم من التوصل إلى هكذا حوار سيكون هناك نتيجة وإلا سنواصل تراجع إسعار النفط لماذا؟ لأنه تراجع الطلب بحدود 30-35 مليون يحتاج خاصة مع المخزون لا بد من يحتاج إلى خفض ما لا يقل عن 20 مليون برميل وهذا نعتقد خارج استطاعة وقابلية دول أوبك وروسيا إضافية دكتور مصطفى من قبل خارج أوبك بلاس يجب أن يكون التخفيضات لا نستطيع دول معينة أن تقوم بتوقيف إنتاجها بالنسبة إلى هذه حالة بعيدة الواقع ربما لم تحصل يعني ربما لم تحصل منذ عقود لأول مرة تاريخية ولكن هناك مشاكل فنية هناك مشاكل تقنية بإيقاف الإنتاج من الآبار قد هذا يشمل ويمكن أنه تقوم به شركات إنتاج النفط الصخري لماذا؟ لأنه الآن هي في مشاكل كبيرة تعاني من تراكم الديون تعاني من تراجع أسعار النفط لا يمكن أن تكون هناك أي جدوة اقتصادية في إنتاج النفط الصخري ولذلك سنشهد إعلان إفلاسات لشركات أو الإنتاج للإنتاج أما بالنسبة لآبار المنتجة في دول عديدة ستكون هناك ليس الخسائر ولكن هناك أيضا تدمير لبعض الآبار إن توقف الإنتاج طيب دكتور نصطفى ذكرت شركات النفط الصخري نحن نعلم أن شركات النفط الصخري هي شركات خاصة ليست شركات حكومية كالروسيا والسعودية هل نستطيع الضغط على أو تستطيع الملايات المتحدة الأمريكية الضغط على الشركات النفطية لتضغط عليها بتخبيط إنتاجها لإنقاذ الصناعة النفطية برأيك؟ هل ممكن أن يحصل ذلك؟ أنا أعتقد مصلحة العالم ستطلب ذلك صحيح خاصة الرئيس ترامب يتحجج أنه لا يمكن الضغط على شركات النفط التقليدي والصخري كلها الشركات خاصة ولكن حينما يكون هناك مصلحة عامة لماذا في ذات الوقت الرئيس ترامب يضغط ويحمل مسؤولية منظمة أوبك وروسيا والمنتجين من قارج المنظمة لا بد أنه يقوم بخفض الإنتاج لماذا لا تقوم الشركات الأمريكية بذلك؟ أنا أعتقد إن لم تكن هذه الشركات تقوم بذلك بصورة طوعية فستقوم بصورة إجبارية لماذا؟ لأنه غروف التقنية والمالية ستجبرها على خفض الإنتاج نعم نعم دكتور مصطفى ربما الصورة غير واضحة لو تكرمت صورتك لم تظهر لدي نعم الآن نعم دكتور مصطفى دعنا نتحدث عن تلك المستوضعات العائمة في البحار والسواحل السفن نقلات السفن التي لديها مليئة بالنفط من الذي سيشتري النفط؟ من هي الدولة الأقوى اقتصاديا؟ هل ممكن الصين أن تلعب هذا اللاعب أو تكون اللاعب الرئيسي في امتصاص الفائد؟ أم برأيك لا يوجد رابح والكل خاسر؟ دعيني أوضح نقطة أنه قبل أزمة كورونا كان هناك أزمة في شركات نقل النفط في إمكانية تأجير ناقلاتها يعني وصل ناقلة نفط عملاقة تنقل مليونين برميل كلفت إيجارها يوميا 32 ألف دولار اليوم وصلت إلى 200 ألف دولار لماذا؟ لأن هناك اندفاع لإيجار ناقلات نفط للحصول على النفط الرخيص هناك 1770 ناقلة نفط عملاقة في بحار العالم 200 منها الآن تجوب البحار بنفط كخزن كمخزون إضافة إلى مخزون البري في الدول كما في الولاة المتحدة ولكن دعيني أوضح نقطة أنه النفط الأمريكي الآن الذي يخزن وفي المخزونات وخاصة النفط الصخري ليس مناسبا لمحطات التكرير الأمريكية محطات التكرير الأمريكية تحتاج النفط الفنزولي النفط المكسيكي وحتى النفط من المملكة العربية السعودية ولذلك هذه المخزونات حينما لا تمتلي بحاجة الأمريكية سيتم هناك بيعها ولذلك لديه ملاحظة حتى المخزون الاستراتيجي الأمريكي حينما يعلن الرئيس ترامب أنه سيملأها بـ 75 مليون برميل ولكن هذه النوعية من البراميل النفطية ليست مناسبة لمحطات التكرير الأمريكية ولذلك هذه تثير لدينا أسئلة واستفسارات عن ما هي هذه الاحتياطيات النفطية بالنسبة إلى الصين تحاول جاهدة الحصول على النفط الرخيص وزيادة احتياطيها ولكن لا بد من إدارة عجلة الاقتصاد الصيني للاستفادة من هذه الاحتياطيات وزيادة مستورداتها من النفط طيب من الذي سيدفع التمل برأيك؟ من هو؟ العالم، كل دول العالم ستدفع الثمن آجلاً أما آجلاً لماذا؟ لأن هذه أزمة لم يشته العالم أبداً أزمة عام 2008 شملت المصارف الطاعة المصرفية والمؤسسات المالية اليوم هي أزمة اقتصادية، أزمة مالية، أزمة سياسية وأزمة صحية على مستوى العالم الكل سيدفع الثمن لهذه الأزمة لحين ظهور علامات على بداية الحال ولسنشهد أن هذه التأثيرات لن تنتهي خلال شهرين ثلاثة أو مع نهايتها العالم هذا العام ستأخذ فترة أطول طيب، الكورونا بما ذكرت؟ جائحة الكورونا التي ربما مثل المكبس التي أثرت بشكل كبير على اقتصاديات دول العالم، وخاصة شهدنا على أسعار النفط التي تتضررت بشكل كبير من جراء هذا الوباء، من خلال وجهة نظرك ربما نرى سيناريوهات من خامات أو سلع أخرى مثل الذهب، مثل الفضاء يتكرر أو يشاهد انهيار للعملات، هل تتوقع أن المنظومة الاقتصادية قد تغيرت؟ ماذا تتوقع لمرحلة المنظومة الاقتصادية؟ نعم بالتأكيد، كما قلت في بداية حديثي، ما قبل كورونا لن يكون مشابه لما بعد كورونا ولكن انت ذكرت الذهب، هناك ملاذات آمنة، الذهب يعتبر أحدها هناك بعض العملات الرئيسية تكون ملاذات آمنة، ولكن النفط الآن تحول إلى سلعة غير مرغوب فيها لماذا حينما يكون سعر أي سلعة هو في السالة بمعنى تأخذها مجاناً مع دولارات معها؟ بمعنى أنه غير مرغوب فيها، قد يسأل المشاهد الكريم كيف حصل ذلك؟ ليس فقط من الانتاج العالي، هناك بعض صناديق التحول بسبب المشكلات الصحية والاقتصادية بدأت تتخلص قبل أسبوعين أو ثلاثة، تتخلص من ما لديها من ما يطلق عليه براميل ورقية ولذلك شهدنا هذا التراجع الكبير، كل حاجة يعني محتملة لا يمكننا في أي شيء ولا يمكن هناك أن يقول هناك مستحيل في هذا الوضع الغير طبيعي الذي يمر به العالم يعني برينت ربما يمر بنفس الأزمة، بنفس المشكلة، نتيجة نفس الأسباب المشكلة كما ذكرنا في التخزين وكل في التخزين، هل تتوقع أن نمر بذلك؟ كم يعني نحتاج وإذا تعافى الاقتصاد من تأثيرات فيروس كورونا، كم نحتاج من الوقت أو من الزمن؟ من الصعوبة التعافي، التعافي للتعافي هو العودة إلى مستويات النمو الاقتصادي في يناير من هذا العام لا يمكن تحقيق ذلك حتى مع مرور ثمانية أشهر أو حتى عام هناك تأثيرات كبيرة، هناك ترتيبات كثيرة مسؤوليات ترتبت على الاقتصادات الكبرى والاقتصادات العالمية هناك ديون ستتراكم، المديونية العالمية سترتفع بالتأكيد وهناك المديونيات للدول المتقدمة ولذلك أنا أعتقد أنه اليوم من السابق لأوانه تحديد ما هي النتائج السلبية التي سيخرج بها الاقتصاد العالمية والاقتصادات الأخرى لماذا؟ لعدم وضوح الرؤية متى سيكون الخروج من هذه الأزمة وبالتالي تحديد تداعيتها نعم، طيب دكتور مصطفى بالتالي، هل تتوقع أن تصل الأسعار إلى أين؟ الأسعار لن ترتفع كما كانت في شهر فبراير الماضي ولكن عملية انخفاضة كما قلت تعتمد على موقف دول أوبك هل ستقدم موعة تخفيضها؟ هل ستقوم بتعميق التخفيض؟ هل سيكون هناك حوار بين كل المنتجين في دول العالم بدون استفناء؟ هذه النقاط الأساسية التي سنشهدها في كل الأيام القادمة لماذا؟ يبقى الطلب هو على مستوياته لحين انهاء أو تخفيف الإغلاق المعروض يعتمد على خطوات أوبك بالنسبة للمخزون، المخزونات أعتقد الآن واضحة ما هي الكميات التي ممكن إضافتها لحين تبلغ الحد الأعلى لها طيب دكتور مصطفى بالنسبة للقطاعات المرتبطة بالنفط سواء إيجاباً أو سلباً كيف ستتأثر؟ طبعاً من كمانية هذه القطاعات؟ لو كان هذا السعر للنفط في أوضاع طبيعية لكان من فائدة شركات الطيران، لكان من فائدة سائقي السيارات، لكان من فائدة المصانع ولكن حينما الاقتصاد متوقف، هذه الأسعار لا تفيد أحداً صحيح قد تفيد من يشتري بهذه الأسعار المنخفضة، قامت الصين بذلك، قامت بعض الدول بذلك ولكن حينما ننظر الاقتصاد كنظرة كلية، أنا أعتقد أنه الجميع الآن متأثر سلباً بهذه الأزمة سواء أزمة صحية، أزمة اقتصادية، أزمة مالية، وهذه الأسعار المنهارة لأسعار النفط أنا أعتقد أنه لا يوجد هناك، يمكن تحديده هناك تأثير إيجابي بسبب مضاربة؟ لا لا بسبب أنه توقف الطلب على النفط لسه هناك طلب لكن الذي يتحكم بالأسعار هل تلعب دور؟ من يتحكم بالأسعار؟ الآن التحكم بالأسعار هو الطلب والعبد الكورونا، بمعنى كورونا، العرض قد تتحكم به منظمة أوبك ودول خارج أوبك والعامل الرئيسي وهو كورونا متى سينحسر، متى سيصل إلى الذروة؟ هذه هي الأسئلة التي قد تكون غير معتادة ولكن هذه هي الأسئلة الحقيقية على قد والواقع دكتور مصطفى، بالفعل نحن أمام أزمة حقيقية نتيجة تفشي هذا الفيروس كورونا سبب بالفعل أزمة حقيقية كما تحدثنا عن أزمة في الطلب، أزمة في العرض، أزمة في المخزونات يجب تكاتف من جميع العالم أو دول العالم بأسره لإحداث شيء لإنقاذ الأسعار سواء من تخفضات إضافية للنفط أو توقف، ربما يكون الأول من نوعه للإنتاج دكتور مصطفى البرزكان، شكرا جزيلا لك وأشكر انضمامك معنا تحية لكم مشاهدينا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر